إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرو بارزاني بأن حكومته لديها برامج لدعم وتطوير السياحة في إدارة منطقة سوران المستقلة لجمال طبيعتها ومناظرها الخلابة التي ستكون عاملا في استقطاب السائحين من داخل وخارج البلاد جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع طريق سبيلق خليفان الواقع ضمن إدارة قضاء سوران مؤكدا سعي الحكومة لتنفيذ المزيد من هذه المشاريع وخصوصا في هذه المنطقة لما قدمته في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الإقليم من جهة ولما تمتلكه من جمال طبيعتها من جهة أخرى